موسيقى مساء الخير سمعنا وشوفنا كتير عالناس بتعمل فيك اكاونتز او حساب وهمي على الفيسبوك لاكتر من سبب اللي بيبقى ولد وبيعمل نفسه بنت عشان يعمل مقلب في صاحبه ويخليه يفتكر ان في بنت معجبة بيه او اللي بتعمل حساب وهمي باسم وصورة بنت تانية عشان تختبر حبيبها وتعرف هو بتاع بنات ولا لأ وغيرها كتير من طرق بنتحك بيها على ناس بنحور ارتبطت بزمن السوشيال ميديا ومواقع تواصل اجتماعي اي حاجة كانت انستجرام فيسبوك تويتر اي حاجة بس شهد بطل القصة حقيقية النهاردة مامتها اكتشفت ان هي عاملة 22 اكاونت وهمي باسماء بنات وولد من مختلف الاعمار وكمان رجالة وستات كبار في السن كبار قوي وعيشها ب22 شخصية مزيفة ب22 حكاية مختلفة كل شخصية منهم لها عالم لوحدها مليان تفاصيل مختلفة تماما سواء بقى في الصحابة اللي عندها على بروفايل او حتى الكلية اللي بتدرس فيها او الاماكن اللي هي سكنة فيها منهم اللي عاملة فيهم بنت فقيرة جدا غصتها تقطع القلب ومنهم اللي عاملة نفسها بنت غنية جدا غنية غنى فاحش بتروح احسن اماكن بتشتري من اغلى برانز ومنهم كمان اللي عاملة فيها دور ست مطلقة تخيلوا بتنصح الستات ازاي تتعامل مع جوازها وغيرها من التفاصيل اللي ما تخترش على بال حد طب ليه شهدة عملت كده وازاي مامتها اكتشفت كل التفاصيل دي كلها تعالوا بقى نسمع حكاية شهدة من اولها ونشوف مامت شهد بعدها تقول لنا ايه اسمي صبرة وعندي 51 سنة معايا باكالوريوس خدمة اجتماعية وحاليا رب تمنزل وام الخمس ولاد وبنات اخرهم بنتي شهد اللي عندها 16 سنة ويه صاحبة المشكلة اللي بكتبلكم عشانها اتجوزت وانا سني صغير كان عندي 20 سنة وقتها جوزي كان جارنا وكان معايا في نفس الكلية بس هو كان في الكلية التجارة واكبر مني بتلات سنين وانا في الدراسة اتدربت اتدربت شوية في كذا مكان زي مؤسسات احداث وبعدين اشتغلت بعد الجواز اخصة ايه اجتماعية في مدرسة وكت عارفة اوازن بين شغلي وبين البيت والخلفة خلفت بنتي الكبيرة زينب وبعدها ابني سليم وبعد ما جبت ابني التالت عادل قعدت في البيت وقلت حلوة لحد كده بس بعد كده خلفت النورة ووراها شهد صاحبة المشكلة واخر العنقود واخر خلفتين جنب الغلط رغم ان ظروفنا كانت على قدنا بس انا وجوزي استحرمنا اننا نزلهم لما حملت فيهم وقلنا دي ارادة ربنا واكيد هيرزقنا برزقهم بس بصراحة الدنيا زنقت معانا شوي لدرجة ان جوزي كان بيشتغل محاسب من تمانية الصبح لحد الساعة ثلاثة وبعدين يرجع يتغدى ويريح ساعة بالزبط ويصحى من النوم يجري على شغله التاني في محل حلويات كان بيشتغل فيه لحد الساعة اثنين بالليل وقبل ما يرجع ويت عشرة كان يدوب ينام من ثلاثة الفجر لحد سبعة الصبح وهكذا في دايرة ما بتنتهيش ولا بيلحق يريح فيها جسمه ولا بيلحق ينام عشان يلاحق على مصري في العيال الخمسة ويحاول يعلمهم كلهم عشان يطلعوا احسن مننا وعشان نخف شوية من الحملة اللي علينا وفقنا على جواز بنتنا زينب وهي صغيرة وكان عندها ساعتها عشرين سنة ودخل جوزي كذا جامعية عشان يعرف يجهزها وابني التاني سليم كان بينزل يشتغل منه هو في اجازة التالتة عدادي ومن بعده باقي ولادي كلهم كانوا بيشتغلوا ويقفوا في محلات عشان يوفروا مصرفهم وحاليا سليم وعادل مسافرين برا مصر وبيشتغلوا برا وبيبعتوا لنا اللي ربنا يقدرهم عليه لحد ما جات شهد اللي ابوها كان بيحبها بشكل جنوني كمنها جت بعد ما كبر وكان خايف مايلحقش ربيها ودون العنباء اخوتها كلهم كانت كل طلباتها مجابة خصوصا ان الظروف كانت بدأت تتحسن وحمل الولاد كان بدأ يقل بحكم ان بينها وبين باقي اخوتها فرق كبير في السن وابوها رجع معاها لذكريات لما كان لسه أب جديد وسنه كويس وبصحته وحاب يعوض معاها سنين عمره اللي تسرقت منه من غير مايلحق انه هو يقعد مع ولاده اللي ما كانش بيلحق يشوفهم في سنة 2013 كانت لسه طالعة موضة الموبايلات اللي عليها فيسبوك ويوتيوب وبتخش على النات ورغم ان شاهدوا وقتها كان سنها لسه ست سنين بس أبوها جاب لها واحد عشان تلعب به وجابه بالقصد لمجرد ان هي طلبته لما شافته مع أخوتها ولما قلت له كنت تستنى شوية قال لي خليها تفرح زي بقى أخوتها وكمان عشان تتلهي فيه وتلاقي حاجة تشغلها وما كانش أنا ولا هو نعرف المصيبة اللي داخلين عليها شاهد شوية بشوية بقى الموبايل عينيها وعبادتها ما بقتش تقوم من عليه خالص ومهما خبيته منها كانت تفضل تدور لحد ما تلاقيه وساعدها في كده إن أبوها تعب جامد جدا وبقيت ملهية في تعبه ومش مركزة معاها ده غير إن كمان بقت صحتي على قدي وبعد ما تنحل وبري في تربية الخمس عيال هي دلوقتي في ثلثة سنوية ورغم إنها فيش هادر ولازم تركز في مستقبلها بس أنا اكتشفت من شهر مصيبة كبيرة خلتني أحس إن بنتي ضاعت مني مش هتدخل كلية ولا معها تزايبة إخوتها والمصيبة اللي بتكلم عنها إن اكتشفت إن هي معها موبايل تاني كنت أول مرة أشوفه معاها وقتها سألتها إيه الموبايل ده جبتيه مني وبكام وليه ما عرفتنيش حاجة زي كده بس البيت ردت علي بكل ثقة وقالت ليه ده موبايل واحد صاحبتي نسيته معايا وهرجعه لها ومن كتر ما كانت وثقة في نفسها صدقتها لحد ما شابه ما عرفوش كلمني على الموبايل وقال لي أنا حد عايز ينصح حضرتك بخصوص بنتك بنتك مش قطة مغمدة زي ما انتو فاكرين وطلعت عاملة حوارات ومصايب كتيرة قوي وتقدري تتأكدي بنفسك عرفت من الشاب ده إنه كان مرتبط بيها من فاترة وكان عايش معها قصة حب زي أي اتنين مراقين في سن السنوي لحد ما اكتشف إنه عندها كز حساب على الفيسبوك بشخصيات وهمية عملتها في الأول عشان تزاول صحابها وزميلها مرة تعمل حساب باسم بنت عشان تضحك على الولاد اللي معاها في الدرس وتصهرهم في حبها ليالي وتخليهم يحولولها رصيد وتضل تعشمهم إنها تقبلهم قريب لما الظروف الصعبة اللي بتمر بيها تخلص على خير ومرة تعمل حساب باسم كزاولد عشان تضحك على زميلاتها البنات اللي بتبقى عايزة تدايقهم وتكسر قلبهم لو حد فيهم كان مزعالها ولا حاجة وبتستغل كل المعلومات اللي عرفاها عنهم والتفاصيل اللي بيحبوها عشان تبهرهم وتخليهم يقعوا في حب الولد الوهمي اللي بيكلموه وكانت بتخلي كل الشخصيات الوهمية اللي عاملة بيهم حسابات مزيفة على الفيسبوك يدخلوا يردوا على بعض أحيانا ده غير إنها كانت مدخلاهم كزا جروب هي عاملاهم عشان تلم شباب وبنات كتير حواليها لكن كل اللي الولد حكاكم واللي اكتشفتوا ده لما دورت كوم تاني بنتي بمساعدة إخواتها البنات عرفت أدخل على الأكاونت وأعرف حاجات تانية شاهد يا سالي طلع مخها زري فوق معقلك يتصور واكتشفت لما جبت إخواتها البنات وخدنا منها موبايلاتها وأجبرناها إنها تفتحها بالقوة إن من ضمن الحسابات المزيفة اللي هي عاملاها حساب بنت مزيفة كانت موقع بيها المدرس بتاعها في هواها وحسب ما قرينا في الشات كان ناوي إن هو يتجوز على مراته لا مش أصدق يعني بنت عندها 16 سنة بالمخ ده مش متخيل إن بنت يباس إنها كده وتوصل للزكاء ده طب والمدرس مدرس كان عايز يتجوز على مراته هو كمان لا واضح إن الحكاية كبيرة وأكبر من إحنا ممكن نتخيل إن هو خيال مراقين تعالوا نكامل خدي التقيلة بقى اللي حسيت معاها إن قلبي كان هيوقف الشاهدة طلعت كان بتشتغل أختها نورة اللي أكبر منها بست سنين وطلعت كمان كانت مع الشمع أخوها التاني بالجواز بحساب بنت من الحسابات المزيفة اللي كانت عاملها ولما أختها قارت التشعة على التليفون واكتشفت إنها كانت بتحب شاب وهمي انهارت فضلت تبكي بحرقة وبدل ما تحاسب أختها الصغيرة تلجلجت قدامي وحسيت إنها تكسرت وكانت محرجة مني جدا بنتي يا سالي طلعت مألفة حوارات بشكل ما يخطرش على بال أجدعها مؤلف كل حساب من حسابتها لقين عليه صور كتير كانت جايبان من على النات وكل حساب منهم دنيا تانية فيها تفاصيل محبوكة ووصلت الحسابات دي لـ 22 شخصية وهمية مختلفين في الشكل والعمر والطبقة الاجتماعية والسكن والدراسة وعمرها ما تلخبطت بينهم حتى دور الست المطلقة والرجل الأرمى لعبتهم بكل جدارة وكانت مشتركة في جروبات كتير جدا بتقدم فيها النصايح لشباب تقول لهم أنتوا زي أولادي يا دي الخيبة خفت الموضوع يوصل لأبوها يجرى له حاجة ولو أخوتها الولاد عارفوا هيتبحوها لما واجهتها أنا وإخوتها البنات وضربناها وبهدلناها صرخت فينا وقالت أنتوا ما كنتوش عايشين معايا كنتوا دايما سايبيني مستقلين بي حبيت أعيش القصص اللي كان نفسي أقلفها وإنتوا مستقلين بي أنا بكرة هدخل معايا في نوم مسرحية وأبقى ممثلة وأكتب قصص وأفلام كمان وكل الشخصيات دي هتبقى بداية جمهوري وهيخلوني تريند وستر ربنا أن الولد اللي كانت مرتبطة بيه وعرف عميلها وعدني أنه مش هيحاول ينتقم منها أو يفضحها وصد كل اللي ضحكت عليهم خصوصا إني بكيت وقلتلو إحنا يا ابني ناس غلابة محترمين وكل إخوتها كويسين والناس بتحلف بأخلاقهم وربنا هيجازيك خير إنك عرفتني ومحاولتش تأذيها وجازائك عنده كبير ده غير إنه معرفش كل التفاصيل السودة اللي بنتي عملتها ودلوقتي أنا ناري نارين خايفة أحبس بنتي في البيت وأخد منها موبايلاتها فأبوها يسألني فيه إيه وليه البنت بطلت تروح مدرساتها ودروسها الخصوصية لحد ما يعرف الموضوع والموضوع يكبر وممكن يجرى له حاجة أو أخد منها وعد إن هي التوب وتنسى اللي فات وممكن يرجع الشيطاني وزها من جديد خصوصاً إن الموضوع عجبها ومش حاسها بالندم أو الزنب على اللي عملته قولولي أعمل إيه قولولي أعمل إيه أنا أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة الستة صبرة ووالدة شاهد كل ما نقول إن إحنا جبنا سقف اللي مبهار في البرنامج ده يجي لنا تاني أو رحنا لسه خلاص يعني إحنا بنعلي السقف يعني لأ حاجة تستغربها متبقاش مصدق إيه ده الواقع مالوش نهاية التفاصيل العجيبة اللي بتحصل فيه طب إيه بقى اللي عمل دلوقتي مشكلة تشاهد دي أنا مش قادر أصدق إن دي طفلة مراقة عندها 16 سنة دي حكت على المدرس بتاعها على أخوتها الولد أخوتها البنات مسلموش منها ده حتى يعني إيه يعني هانو عليك إزاي إزاي هانو عليك إخوتك تعملي فيهم كده وأختك كبيرة تبكي كده وتعيد كده بحور قليه طب مامتها وإخوتها البنات مفوض يتصرفوا معها إزاي بعد الكل ده هيغمروا هيعرفوا بابها وإخوتها الأولاد طب يطرى بقى ساعتها هيبقى رد في علهم إيه خصوصا إن أخوها اللي دي حكت عليه ده لو عرف هيعمل فيها إيه بابها المريض طب لو خابوا وحاولوا إنهم يعالجوا المشكلة في هدوء معقول البنت دي شاهد بعد الكل اللي عملته ده هتفوق ويتصلح حالها ويأصلا مش حاسة بندم؟ لا أسئلة كثيرة قوي يعني كل مشكلة هتلاقي شبهها في عائلتك لو أنت جد بتتفرج علينا ممكن تبقى واحدة من أحفادك لو أنت أب أو أم ممكن تلاقيها في صحاب ولادك مش بالضرورة في عيالك استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن واحدة من أخطر ممثلات اللي سمعت عنهم في حياتي شاهد البنت اللي عندها 16 سنة ولسه طالبها في ثلاثة سنوية ورغم كده قدرت تعمل 22 حساب وهمي على السوشال ميديا ب22 شخصية مختلفة من كل الأعمار والأشكال عملت دور الولد اللي ضحك على زميلها البنات ولعب بمشاعرهم ودور ببنت اللي ضحكت على أخوها وعشمته بالجواز حتى المدرس بتاعها ضحكت عليه بحساب وهمي لبنت وخلته يطلب منها نوع يتجوز على مراته تخيلوا حتى دور الست المطلقة والراجل الأرمل لعبتهم بكل جدارة وكانت مشتركة في جروبات كتير جدا بتقدم فيها النصايح للشباب وتقول لهم أنتوا زي أولادي لما أموتها واخوتها البنات عرفوا وواجهوها قالت لهم أنتوا مستهونين بيا أنا بكرة هدخل معهد في نوم مصرحية وأبقى ممثلة وأكتب قصص وأفلام كمان وكل الشخصيات دي هتبقى بداية جمهوري ويخلوني تريند وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية إزايك يا دكتور أهلا مهارك يا سيسان الحمد لله كله إيه رايك في بنت المخاذر دي والله هي بنت فعلا زي ما حدك قلت هي بتتمتع يعني نقدر نقول بزكاء في الشر يعني الزكاء شرير جدا لأنها تحوير آه ما عندهاش مشكلة جدا إن هي تجرح أقرب الناس لها آه ما عندهاش مشكلة إن هي تجرح زميلاتها أصدقائها أخوها كل الحاجات دي بالنسبة لها عادي جدا في سبيل إن هي تستمتع ولو متع زائفة إن هي متع تستمتع بإن هي شخصية أخرى بتعيشها فتستمتع بمثلا بإنبهار الطرف الآخر بيها أو بالكلام معاها فطبعا شخصية أكيد بحتاجة أمور نفسية كتير لتتعالج عندها وتفتكرش إن هي دي بداية نجاح أو إن هي ممكن في يوم الأيام تبقى زي ما بتقول كاتبة ونجاحة وكده لأن هي عندها مشاكل نفسية كتير يعرفت منين بي دكتور يعني إيه اللي بيدول بقى تعالى نمسك القصة نتفصصها كده حتى حد قول لي إيه اللي أنت حسيت بيه بنت دي لازم تتعالج عند أي نقطة عند النقاط إن هي تعمل كلمة 22 يعني مدرس بتاعها بتعملي إيه معندهاش مشكلة إن هي تجرح أي حد دي الحتة اللي أنا فكرت فيها إزاي بنت صغيرة ليه شي للسوات دا هي خدت إيه يعني هي أمها دولها إيه فهي ردتولهم إيه أكيد دولها حاجات زي كده عدم اهتمام وخلي بالن إن مش الأم لما تبعت وتقول أنا دلوقتي بنتي عندها كذا وكذا فإحنا طبعا مشخين على إن الأم بتقول هذا الكلام وهي متأثرة ولكن هي متأثرة بعد إيه إحنا ما نضمانش وهي صغيرة عدم اهتمام كان تفضيل حد أكتر منها اتحرمت من حاجات قد تكون برضو الأم والأب يعني ما لهمش دور فيها إنها ما اتحرمت من حاجات كان نفسها إن هي تحققها في حاجات كمان من ضمن الأمور اللي هي مثلا بتتفرج على حاجة أو دي بنكلم بها الأهل حتة الرقابة وأنا بتفرج على بعض الأفلام أو بعض المسلسلات أحبت أقمص شخصية حاجة معينة حبت فيه حبت يمكن الجانب الشرير وعلى فكرة أنا يعني أنا بيجي لي حاجات أولاد أحيانا ممكن ولد صغير بيكلمني بيقول لي أنا عايزة بقى شريه ولد بيقول أم عايزة بقى شريه آه فأنا لما سألته حاولت أنا عايزة بقى طيور عايزة بقى زورة عايزة بقى مهانم أم عايزة بقى شريه آه ليه بتحب يا ابني كده أنا هو أصلا أنا حبيت أجيبها له من المدخل المهانم فبقول له إيه طب بيش أنت بيشوف الخير بينتصر على الشر في الآخر في أي حاجة بتفرج عليها قال لي آه بس الشر بينتصر طول الحلقات والخير بينتصر في الآخر فلفت نظر الحاجة مهمة ممكن برضو الناس تخلي بالا منها صنعة دراموها حتة إن أنا ما خليش الشر عمالي ينتصر فعلا طول الفيلم أو طول المسلسل ويجي الخير في الآخر مثلا خلاص تتقبض عليه أو تساجن أو تعمل مش عارف إيه فبالتالي إحساسي إن ده البطل الهيرو طول المسلسل أو طول التمثيلية أو طول الفيلم ولكن في الآخر الخير هو أنتصر عليهم على الواحدة طب ما هو لازم تبقى دي قصة لازم يبقى فيه شر عشان الخير ينتصر بس نخلي برضو الشر ده مش طول الوقت هو اللي زكي وهو يعني مش طول الوقت دايما نحجر ما عشان كده بقول للبنت ما يبقاش الشر أنه دمه خفيف أو مكمل أو إنه إحنا بدينه دور البطل دور البطل هو الشرير بيظهر في آخر شرطين فعلا فأنا بالتالي البنت دي الولد دك نعند كم سنة؟ الولد دك نعنده عشر سنين وبيقول هذا الكلام وقاله وقابوه ليه؟ علشان بأفكاره كده طول الوقت مش دي الفكرة الوحيد عنده أفكار كتيرة طول الوقت بيكلم في حاجات زي كده إيه بقى يعني قولي عايز أشوف كده يعني مثلا إمتى نوات دي عيالنا لده كتر نفسي يعني أول عنيف جدا بيستخدم عنف وهو ما بيقولي بيقولي إحنا ما مرسناش عليه دور عنف ما كناش من عنف إيه بيضرب العيال يعني؟ آه يضرب أخوات آه يضرب أخوات وكمان رغم أنه هم بيقولوا في البيت إحنا ما بنعنفش مع حد فجاب الكلام ده طبعا من إيه؟ من أعادته قدام الكرتون أو بس أي طفل يبقى عنيف نوات دي الدكتور نفسي؟ العنف الزائد العنف الزائد والعصبية كمان الزائدة الطفل يبقى عصبي لا يروح رميها من على البقاء لا ده يحتاج يا أمي ده بجد؟ آه طبعا يحتاج تعديل السلوك لأن طبعا ده تصرفات هايكون الأهل مش عارفين يزبطوا طريقة التعامل معايا مش عارفين يزبطوا حدة الأفراد لإحنا سعب نضحك يا دكتور نوال أخو القديق تخيل الولد طالع عصبي هيزودها أكتر لأنني أنا بتحك لأن أنا بتحك على التصرف اللي هو بيعمله أو أنا شايف إن هي حاجة حلوة فبيزودها أكتر هيجي عند مرحلة معينة أنا هبقى متضايق منها لأنه هو زودها وهو الطفل مش هيفهم هي دي حاجة حلوة لوحشة ما نتضايق ما نتفرح فرحت أوقات سديد أجينات ممكن تبقى أجينات بس برضي في الآخر وفي الأول لما تزيد عن حدها لازم أن أنا أقومها خاصة إن إحنا حتت إن إحنا نضحك على الحاجة الغلط وبعدين نرجع إيه ننتقد الحاجة الغلط أو نزعله أو نعنفه بتعمل لغبطة عنده وهو مش فهم طب هو إذا كان دي غلط أنت رحكت عليها طب بشاهدة في السن ده إن هي مش فهمة يبتعمل إيه لأ شاهدة كمان فهمة شاهدة خلاص أو ما لإيه اللي أنتوا مستهونين بيا أنا مش عارف إيه ومش عارف إزيه هي أصبحت فهمة خلاص هي وصلت لرجة بلسانة بقول تراصب يعني تدعيات الماضي أو الحاجات اللي هي عاشتها في الماضي ما هي نتيجة المفهوم الذاتي اللي عندها لتشكل في حيث أن أنا أبقى عندي الشر ده نتيجة حاجتين يا إما خبرات سابقة يا إما تربية وهي مرت بالحاجتين اللي هي التربية بتاعتها والخبرة اللي هي اكتسبتها من خلال الحاجات اللي بتشوفها وخلي بقى لحضرتك هي لما نكحت مرة واثنين وثلاثة بقى عندها خبرة في دي يعني مش شرط الخبرة دي لازم دايما تكون جالب الخير ممكن واحد لصي بقى عنده خبرة في اللي هو بيسر وهي هي خرط خبرة في إن أنا إزاي أول مرة ممكن تكون ما أتقنتهاش قوي واستعدت تاني مرة فهي تتدرك أخطاقها مع الوقت فالعمالة بتنجح معها قوي يعني بتحقق لها الحاجة الرغبة اللي هي عندها كمان عايز أقول على حاجة أستاذ سالي في حاجتين مرتبطين معنا دايما هم اللي بيخلونا نتعامل في أمور مختلفة إيه هم حتة اسمها الألم حاجة اسمها الألم وحاجة اسمها المتعة يعني إيه يعني أنا لو عملت شيء أمتعني أنا عقدي البطن طبيعي هيحب أني أنا أعمل حاجة دي مرة تانية والله حتى لو غلط حتى لو غلط إحنا معمول إحنا الحاجة دي موجودة جوانا عشان نعمل الصح بس إحنا بناستخدمها في الغلاط لأنه هو ممكن يمتعنا فبالتالي ده أشعرني بلزة أو بمتعة هعملها تاني الحاجة اللي بتقلمني أو الحاجة اللي أنا لقيت منها تعنيف حلقت منها مشكلة حصلتلي حلاقي نفسي تلقائيا بابتعد عنها فبالتالي هي إيه اللي حصل معاها ما حصل لهاش أي مشكلة ما حصل لهاش أي تعنيف حدش وقف ضدها في حاجة فبالتالي هي مستمتعة بهذا الدور اللي هي بتلعبه ومستمتعة باللي هي بتستهزأ بمشاعر الآخرين دي في حد ذاتها عملت لها متعة ومتعة زائفة يعني بابوها ده جزئه إنه جاب لها موباها لشان بطلبتها مجابة وبيحاول يرياحها ويعوض الأيام اللي اللي هو ما عشاش مع أخوتها أقول لي حضرتك الكلمة القصية هو جزاؤه إنه هو أصلا ما رأبهاش هو جزاؤه إنه هو مهتم تعالي بقى عند النقطة دي عشان بحبها قوي ايوه هو أنا ممكن رأي بحسابات ولادي مش لازم حسابات أنا ممكن أن أنا أبقى متواصل معاهم جزاؤهم وأنا لسه لا يعني أنا أصلي الموبايل أنا ممكن أدخل عليه وهم نايمين هم أصلي كنا عارفة باسورد هم أم يعرفوش إنه عارفة في سن معينة ممكن أخش أفتش آه في سن معينة ممكن أفتحش بوقي ولا أفتح بوقي لا أشوفه بعد كده لو لقيت حاجة غلط غلط معقول ممكن إن أنا أبتدي إن أنا أعمله كإني عرفته بطريق آخر غير إن أنا فتحت الموبايل أرمي الكلمة زي ما أمهات المصريين المشهورين طبعا برمي الكلمة اللي بتتبقى فاهمي إنه فهمة ممكن أو إنه حد قال لي أو إن في حد من أصحابك مش عارف كده مستمش أقول لك هو مين آه دي ممكن في سن معينة بقى طب أنا ممكن أقول له مفتحوا موبايلاتك واشوف فيها إيه آه ممكن أخذ وأخذ منه الموبايل يعني ده حق لكل أم وصلنا مش عارفة يا أخوية التربية الإيجابية الحديثة دي بتعمل إيه لا هو طبعا حق ودي من ضمن التربية الإيجابية حيث تتربط أنا عارف زي ما كان الموبايل بيتاخد وبالأسبوع لا وإيه يعني أن أنا أقول له ورين الموبايل أنت بتخش عليه فاجأة وهو يبقى عارف إن أنا ممكن أنفقه سنة اللي عملت كمش ممكن يبقى لو ده أنصح مني ويمسح قبل ما أنا بص ممكن يعمل كده زي ما رجالة بتعمل لما ستاتها تبسك الموبايل ببداية ما نضيف نضيف سبحانك يا رب سبحانك يا رب مسح كل ولا شات مع ولا واحدة لا ممكن يلاقي ممكن حضرك تلاقي بس ممكن يلاقي ساعتين بس بس بيكلم مثلا إبراهيم السباك بس ساعتين فيخلوا بالهم من الوقت بالموقع ايوه والله يعني مستازم السباك ويلي وحشتيني طبعا تلاقي ما أسبق إبراهيم السباك ويلي وحشتيني طبعا إزاي ويكلموا ساعتين ايوه أنا بلاي كده لما حد بيكون حاسة نهو مترائب فتلاقي بنضف نفسه ونضيف نضيف تمام بس وبالنضيف ولا على الأقل ممكن ما أنا حعمل وسائل الأقل مختلفة ما أنا ممكن أن أنا أشوفه مرة مرة ممكن أن أنا أقعد جنبه مرة هو بيتكلم حتة التواصل أرمي ودني وعين كده أرمي ودني وعين أه وحتة التواصل معا بس ما واجهش عشان هو ما يبقاش أنصح مني ممكن أواجه وممكن على حسب الموقف عمل إزاي إما ممكن أواجه إما ممكن أن أنا زي ما قول حرك بطريقة غير مباشرة إحنا منقول الرقابة دي كمان مع الأولاد ومع بناتنا في سن معينة أو بيقول أيوة أنا معاك يا دكتور مش الرقابة بس سعب يبقى عندك فضول يعني أنا حب أعرف يعني أبصباً يعني بس المحدد تسط بحده وأنا عاد على الموبايل بقى بص يعني أنا معرفش من رقم والله يمعرف الاسم بس أنا حب أبص البصات العادية دي بمفعش مشكلة حتى مع أصحابي لو معقول في حد بيعمل كده وده بيقى شوية فضول لا شوية فضول والبصات العادية وبعنين هو أعجب بحضرتك هيرن يعني وهيتكلم والصوت هيبقى مسموح لا ما أنت ممكن تريمها زي مقلت لك برضو هتلاقي المكواجي بقى بقيت له بقيت انت ببقيتش تيجي ليه والتاني السباك بقيت له حشاني آه طبعا بقيتك الله المهمة بيبقى أنصر من إليه لا أقول يا جماعة بصوا على الوقت بصوا باتبصش على اسم والاسم عادي دي شوف بقى مكلمه قد إيه يعني أكيد مش هيكلم نسباك 16 دقيقة أكيد طبعا أكيد بيسأله ده بدواضح أن الأمر خطير جدا أكيد طبعا هيتكلم في إيه في كل الوقت ده هيكل لها دقيقة وخلاص آه فبالتالي برضو نبص على الوقت نخلي نفسها يعني حتى مع المراقين أو مع الأطفال أبص على الوقت آه أبص على الوقت أشوف بيكلمين كل فترة دي وطب صديقه ده أنا عارفه حد جديد حد قبل كده كان بيكلمه دي بنته الثقة ما أنت عملت قد الثقة هي لا الثقة أنا أتكلم على الكبار أنا دوقتي اتجوزت وروحت اتجوزت حد أكيد يعني فيه بيني وبينه ثقة وفيه بينه بينه طفاهم وحب وإعلقة طيبة إنه ما أتكلمش على الأبناء الأبناء أو أنا ممكن أبقى عندي ثقة في ابني بس في نفس الوقت أراقب عليه في نفس الوقت أديله الحاجة اللي ممكن تخليه لما يواجه المجتمع أو لما يطلع على المجتمع يتعامل بالتعاملات المنطقات الطبعية بس فيه حد مخه يستوعب 22 fake account طبعا دي فلاتات يعني اللي هي عملته ده حاجة over وحاجة زيادة إن حد يبقى عنه القوة لو كنت تستغل زكاء هدف حاجة مفيدة وحاجة تفيدك يا شيخة دايما بنقول حاجة مهمة جدا للحركة قلتيها أنا ممكن أنجح كده وممكن أنجح كده أنا اخترت أن أنجح بالطريقة الغلط إنما أنا ممكن لو عملت الحاجة الصحة هنجح بار زي ما وحدش ولا مرة زي ما ما غلطتش ولا مرة عشان ما بيشوفوهاش ما بيتكلموش معاها واجهة اللي واجهة ممكن بتعرف تخرق من الحاجات دي أو ما تبينش بقى وش هتبعت صور أخرى مش بتاعتها الله أعلم بقى كانت العملية كانت المحادثات مش هزي بس أكيد حتة إنه هما ما فيش رؤية دي بيننا وبين بقى ودي من مخاطر التكنولوجيا اللي إحنا بقنا فيها دلوقتي في العاصل حال إنها حتة إن أنا أتكلم مع حد أو أتعامل مع حد وأنا ما أعرفوش شخصيا وممكن طبعا فيها مخاطرة فيها نصب مادي فيها نصب أو احتيال نقدر أقوله عليه احتيال عاطفي زي ما إحنا شوفنا فيها ممكن يوقعني أنا كمان في مشكلة مش شرط يكون نصب ممكن هو يبتزيني بشيء معين ممكن هو ياخد الحوار اللي أنا بيني وبينه ويفبرك عليه حاجة تانية ويعمل لي مشكلة كبيرة فبالتالي دي كلها أمور بقت موجودة دلوقتي في التكنولوجيا الحديثة عشان كده بنقول ما تتواصلش مع أي حد أو مع واحدة أو مع واحدة غير ما يكون فيه بينه وبينهم معرفة وثيقة باستخيل المدرس بتاعها هتتحك عليه ويعايز تجوزها على مراته طيب المدرس بتاعها عشان على فكرة أنا جات لقصة زي كده إن حد تواصل برضو مع واحدة ويتكلم معها رغم إنه هو مجرد افتقاد عاطفي وافتقاد حب وافتقاد الجانب موجود ومش موجود عنده في البيت بيدور على أي حاجة وخلاص يعني ما تقوله كلمتين حلوين خلاص ممكن يكون عنده حاجة زي كده فيه النهاردة يعني ناس كتير ممكن إنه هو مجرد بيتواصل مع أحد مش شرط إنه هو يكون شافه المهم إنه أنا بس بيتواصل معه أو له صباح الخير وما يردش علي أو يرد علي الصباح لكده أنا موصود جدا إنه هي عملت كده فبالتالي فيه بعض الناس عندها افتقاد عاطفي فيه بعض الناس عندها مشكلات نفسية فيه بعض الناس عندها حتة إنه أنا مجرد إنه فيه طرف آخر بيكلب دي حاجة بالنسبة له يعني جميلة جدا فالمدرس بتاعها أنا افترض إنه هو واحد عايز يرتبط بواحد ويتعرف عليها من طريق السوشال ميديا أو أي طريق إلكتروني طب أبسط حاجة يقول لها طب نلطقي نتقابل نشوف أهلاها وطولهم بعتولي تحويل رصيد لحد ما بقابلكم هي ممكن تكون نجحت عشان استغلت كل حاجة كل واحد فيهم نقصوا حاجة هي حاول التعوضة يعني استغلت إنه حد عنده نقصة هنان أختها محتاجة تكلم حد أخوها عايز يرتبط يعني ممكن يكون هي عملت كده أعتقد الناس اللي هي اخترتهم اخترت معهم الاسلوب الأمثل لكل واحد فيهم هي بنت زي ما حالك قلت هي عندها زكاء في الشر هي أصلا استغلت مش عارفين نتعامل مع الشخصات اللي قدامنا أقوله لا نفوق تتعامل معها كذا بدل كذا لا دي دخل على طول في الصميم وعارفة هي بتعمل إيه طب ليه أخواتها كده ليه أخواتها يعني هما كويسين وهي ولا ليه أخواتها ليه تعمل كيف أخواتها يعني في حد دائما كيف أخواته ممكن ما أنا أقول سحريك ممكن يكون في الأول شوفتها عندك في العادة آه ممكن طبعا تفضيل الأخوات على بعض بيعمل حاجات زي كده ما نحفزه منقول كده مثلا يعني مثلا ما نقولهاش كتير حمادة الوحيد اللي بيخلص أكله فتلاقي التاني تخن أنا ما كانش أقضي كده ما نقولهاش كتير ما نقولهاش كتير وما نقولهاش في دافع إن أنا مثلا إيه إن دايما ده المفضل بالنسبة لي وده دايما اللي بييد بس ألبك سعب يميل لواحد فيهم أكتر أكيد بس ما يتقالش المؤدف يعني التاني مش مؤدب طبعا نعمل له إيه برضو ما يتقالش قدامه هذا الكلام يعني هو مش مؤدب ما يتقالش الحمادة حمادة أشتر منه خليك مؤدب زي حمادة أدور هو ليه مش مؤدب أدور هو دي سيمات شخصية عنده ولا حاجة تانية مغروسة بشكل أو بآخر فبالتالي دي أفضل من أنا حيثت إن أنا أقوله أنت مش مؤدب وأخوك مؤدب طب قلت له مرة التانية التالتة أصبحت حاجة على السنة طول الوقت طيب النقد غير البناد ده نتكلم عليه حتى للكبار ممكن يخدها تريند أنا مش مؤدب زي شهد أه طب يعني عادي أنا مش مؤدب فأنا مغيز أنا مش مؤدب وأنا عادي كده أه مؤدب يعني لما بتقولها كتير فعلا بيبغز من عنك أنت اللي بتعمل كده فيهم بتغرس فيهم الحاجات طبعا هو حركة أو تلت حاجات ما نعملهمش بنسميهم القتل الثلاث إيه هم أستاذ سالي أول حاجة المقارنة السلبية تاني حاجة النقد غير البناء ثالث حاجة كثرت اللوم والعتاب سواء الكلام ده بقى للأزواج أو للأبناء ما عادش أنقر حد طول الوقت نقد غير بناء يعني نقد ما بيوصلش الحاجة أنا ممكن أنقر حضرتك أقولك أنا كنت شايف الحركة لو عملت الحلقة بالشكل ده مثلا دي كده هيبقى نقد بناء إنما الحلقة دي وحشة إيه النقد إيه اللي أنا عملت إيه اللي أنا حركة استفتي مفيش حاجة فبالتاني أنا مقولش الإبن أنت وحش طيب المقارنة السلبية أقارن حد بحد بحيث أن أنا أطلع اللي أنا بقارنه ده هو اللي وحش والتاني أحسن منه دي اسمها المقارنة السلبية قسرت اللوم والعتاب كل شوية أنت عملت أنت سويت أنت عملت أنت روحت كل الكلام ده كله بيخلق عند الطرف الآخر أشياء مش طيبة تجاه ممكن يبقى تجاه اللي بيعنفه أو بيقوله الكلام ده وممكن تجاه بقى الأشخاص اللي أنا عملت قارن بيهم وعملت قال لي ده أنت أحسن منك أنت بتعرفش حاجة ده بيعرف أكتر منك كمان طريقة توجيه اللوم والعتاب إحنا مش عارفين برضو بتبقى عاملة إزاي هل هي بسلوب منمق ولا هي بسلوب اللي هو الدبش إزاي ما بنقول فبالتاني البنت دي عندها مشكلات تجاه المجتمع وتجاه أهلها يعني هي واضح أنها تجاه الأهل ثم أصبح اتجاه المجتمع ككل اللي هي عندها استعداد أنها تضر المجتمع ككل أقول لحضرتك على قصة حضرتك بتقولي أبناء طيب أنا عايز أقول لحضرتك فيه اتنين كانوا مسافرين زوج وزوجة عندهم ولدين ولد لسه رضيع مولود بقيله فترة قليلة وولد أكبر شوي لم والشنط ولم والحاجات والقصة دي حقيقية حد جالي بكده ولم والشنط ولم والحاجات ومش لقينا رضيع ولد رضيع مش لقينا وطب هيروح فين ما بيعرفش يمشي بيعرفش يتحرك تخيلي حضرتك بعد تدوير وبعد بحث طلع إيه أخوه حطه في الشنطة حطه في الشنطة من مشونة الصفر لو ما كانوش هياخدوها معاهم إن هي شنطة صفر بس إيه لا هنستبعدها وناخد دول أخوه قدي أخوه حوالي سبع سنين حطه شاله وحطه في الشنطة عشان يخبيه بيعمل إيه أنا بخفي لكم ده أنا مش عايز ده أنا بخفي الولد اللي أنتوا عملين مهتمين بيه ده اهتموا بي أنا موجود قد يكون كمان بيقول لهم هذا الكلام إن أنا بصتوا أنا بعرف أعمل إيه أنا ممكن أعمل كده فاهتموا بي هو ما بيعرفش التمييز والتمييز ما بين الاهتمام الإيجابي والاهتمام السلام بعد الحركة دي جابوا لعيادة أه بعد الحركة دي طبعا أكيد وطبعا ده كان حاجة مهمة جدا لأنه هو في الآخر المشكلة عند الأهل بس إحنا أحيانا مثلا زي قصة شاهد أحيانا بنقول يا حرام دي عايزة تظهر فإحنا ندله شوي تحنان وخلاص لكن ما بنقولش انت موديها الدكتور ده هو إحنا النهاردة مع التطور اللي احنا بنشوفه ده حماء العملية حتى سهلة النهاردة ممكن بيتتواصل خمان عن طريق النت ممكن قراءات كتيرة موجودة ممكن فيديوهات يعني حتى لو الحد اللي مش قادر يروح ما بقاش عنده عز وبعدين زي ما قول حضرتك هو تعديل سلوك الأطفال ومراهقين ده خلاص أصبح حاجة ممكن لحد يعملها حتى في الطبيعي بنشوف لعيبة ومنشوف مفننين معاهم أو بنشوف حد متميزين أي أن كان يعني معاهم حد متخصص في تنمية بشرية في صحة نفسية في أمور معينة تحفيزية طول الوقت لازم يبقى فيه تحفيز فيه دوافع بيقدر يدهاله فيه ضغوط ممكن يزيلها من عليه فإحنا إيه المنع يا جماعة ما بقاش بقى صورة التضيير دول على قدهم قوي يعني دول عيلة قاعدوا يحطوا الإرش على الإرش وهي كبتشتغل مش عارفها فين وعلى بالمجال وخمس عيال فهما بيحاولوا يعوضوا يا هما ما كانوش يملوك غير نوم يجيبوا لها موبايل تمام جدا بس إذا ما وصلت للحكاية دي خلاص بقى هي محتاجة حد يبقى يعد معاها ما أنت رأي كيف أنا محتاجة علاج نفسي أكيد طبعا والعلاج النفسي على فكرة يعني بإذن الله بيجيب نتيجة طبعا كبيرة بيحول بقى بسيجيب نتيجة مع حد دواف بيقولهم أيوة أنا عملت كذا عشان أنتم مش شايفيني هيبتري يدور على الحاجات الأمور اللي فيه بقى الحلوة ويطلعها بتري تشور الرواسب اللي عنده قبل كده اللي هي كانت سيئة دي ويبتري ممكن يخلق منها نموذج أصلا صالح ونموذج طيب ما كانتش هي شايفة يبتري يرشادها بيشاول لها أنت روحي في الحتة دي بلاش تمشي في الحتة دي هي مشها في حتة غلط ممكن أخد زكاءها دا ومشيها في الحتة الصح يعني العلاج هو الحل في القصة طالما أن الأهل ما عنده همش يعني نقول الخبرات الكافية أو طريقة التعامل اللازمة مع أمر زي كده طب يا مفروض تقول لبابها ولا لا في الوقت الحياة أنا عايز أحلل الشيء لازم تقول ولازم تقوله ولازم تقوله ولازم تشيركه معه طب لو عيبا أكثر أنا أعمل إيه نعم لو عيبا ما استوعبش قصة زي ذي يعني مش لازم ممكن نقول بلاش نقوله كل حاجة أو نقول أن أنا شفت عليها حاجات زي واحد اثنين ثلاثة لو هو المرض بتاعه ممكن يتعبوا الأخبار السيئة زي كده ممكن تستعين بحد من الأسرة يكون عنده برضه خلفيات يكون عنده تعم طيب حد بتصق فيه حد من الشباب من الشابات اللي هم اللي عندهم نقول عندهم إيه ثقافة عندهم علم طب تقول لأخواتها اللي دحكت عليهم أخوها اللي دحكت عليهم في الوقت الحالة في الوقت الحالة لما هي تكون عندها إحسس وعور بالزنب تجاه هؤلاء الشخصات أسألا ما تقول لهم هينجعوا يوصفوا تاني ممكن يعني أنا عارف أن أخوي عمل شخصية أو فيك أكاونت عشان يرأيبني أو حاجة أنا هارجع أصفره تاني وهنتكلم عندي يعني حركة سألتيني تقول ولا لا هي طبعا ما تقولش في الوقت الحالة ممكن بعد ما نعيه ألوية قالت بعد كده هيصفوا يعني أنا أمو أنا يفعل شدي احتمال أنه ممكن يقفشوا في بعد تاني يبقى بلاش تقول يبقى بلاش نهول أنا أنا بقول على حسن في قطيعة ما بين إحنا دايما بنتكلم على حاجة يعني اللي بيجي لنا القصة اللي بتتبعيت لنا إحنا منتكلم على حاجة شخصية إحنا مش شايفينها ومش عارفينها كويس مش عارفين كل جوانبها وشخصيات أخرى عندنا نبزة صغيرة عنهم فبالتالي معرفش هل طبيعة الأشخاص الظهول هل هم متسابحين هل هم يعني ممكن يتفاهم ولا شخصياتهم أجريسيف وحدة ومش هيعرف يتفاهمهم معهم فبالتالي منقول عشان كده أقول لحد احتمال ممكن ولكن لو أنا طب الولد ماشي دول دول إحنا مش عارفين شخصياتهم بس الولد اللي كلم مميتها تفتكر أنه هيبقى عنده نبل أخلاق ومش هيتكلم عليها في أحد ولا هيفتح الموضوع تاني يعني برضه في العصر اللي إحنا فيه لا ده الناس بتحب تتكلم ناس بتحب تتكلم يعني هو هيتكلم ويعادتوله احنا غلابة ومميتها عياطت وقالت له حرام وكده يعني على الأقل هتلاقي هيقول للناس اللي حوالي هيقول لحد على اعتبار أن الحد كل حد بيقول لحد عشان ما يقولش الحد آه لما أنت مقفتش تحفز على سرك بس التاني هيقول أعتقد أن هي مش هتبقى حاجة بالنسبة له أن هي هو سر شخص هيخاف عليه ولكن أقول نعمل حسابنا على كده لو طلبت منك مامة شهد ست صبره أن أنت تعليق لها شهد ممكن تعمله ممكن أوجهها أفضل اللي بتكلمها الأفضل لحد متخصص تعديل سلوك مراهقين الأول وبعد كانت شوفها آه ده الأولوية بتاعت الحاجة اللي هو ممكن يشوف تعديل السلوك ده يعني ليه جوانب أكتر وليه اختبارات وليه بعض التابرينات اللي ممكن بالبداية ممكن تطلع نمط شخصية معين وتشتغل عليه ويكون الشغل عليه سهل فبالتالي أنا أشايف أن أقول حضرتك ده لو عندي ماشي لو عند حد آخر هتقدر أن هي تعدل السلوك زي لو حد قريب منها حد يكون في مكان لأن هي هتحتاج تتردد على الشخصية اللي هتروحها كتير ما نعتقدش أن بضغطة زر العلاج النفسي أو تعديل السلوك ممكن يحتاج قد إيه اللي علاج النفسي يعني هي دلوقتي مش هنقول أنه هو محتاج سنوات ولكن محتاج على الأقل شهور كذا جلسة يعني ممكن يحتاج سبعة تمام جلسات بممكن تعد مدار كذا شهر فبالتالي ما نقدرش نقول اللي هي كل حياتها حد هيقعد معها مش سحر هو هيقعد معها ثانية وقول لها خلاص أنت كده بقيت تمام محتاج مرة واثنين وثلاثة محتاج كمان دايما نقول برضو ومنكلم السادة المتخصصين حب لأن أنا بدوت طبعا بيجيلي حاجات مشكلة كمان من المتخصص حب الشخصية ليك اللي جاي الحالة ليك مش حبها بمعنى أن أنا بحبها عاطفيا ولكن أن أنا تأديري للشخص ده أن أنا ارتياحي مع الشخص ده ده بيفرق كتير جدا في حتة العلاج يعني حتى ممكن يبقى عايز لازم ترتاح للدكتور الأول طبعا وحتى ممكن تبقى عايزة أن هي تبقى كويسة علشان لما تروح للدكتورة تقول لها أنا عمالك كذا حافظ لي أنه يتعالج أنا أشكرك جدا يا دكتور أحمد النوارتيني شكرا جزيلا استنونا بعد الفاصل لسا في كلام كتير قوي في حوار قديم مع الفنين الراحل الأسطورة أحمد زكي عن التمثيل استغرب قوي الله يرحمه من الناس اللي ما بتشوف واحد بيجدب ويقولوله ما تمثلش قال إن التمثيل الحقيقي هو تشخيص وأداء لحدوتة كلنا متفقين عليها من الأول إنها مش حقيقية وبنبقى عارفين وإحنا بنشوفها إن كل فنين بيجسد شخصية على الشاشة غير شخصيته الحقيقية يعني كتب متفق عليه عشان كده الكتب الكبير الراحل أنيس منصور قال إن المواصلين إيه هم أصدق ناس ممكن يجدبوا علينا لكن الناس اللي بتقلف قصص ما حصلتش وتحاولنا يتغدع بيها صحابها أو أهلها على أرض الواقع دول مش ممثلين يا شاهد ولا ينفع إن إحنا نوصف اللي بيعملوه ده بالتمثيل لأن التمثيل ده شرف هو رسالة مراية بتعكس الواقع حتى لو كانت خيال لكن اللي بيقلف في الحقيقة وعلى أرض الواقع اسمه الحقيقي هقولك بلغة التلفزيون محتال أو منافق أو مزور بس لو كنتي قدامي ما كنتش أقول كده ومهما طالت كتبته مسيرها هتتكشف وهتبان عشان ما حدش بيعرف يضحك على الناس طول الوقت مهما كان فاكر نفسه شاطر سادة إلا قال إنه الأيام هي أحسن جهاز لكشف الكتب هتقع هتقع وعلاج الشخص الكذاب إن إحنا نواجهه بكتبه يعرف إن حواراته كلها مفضوحة عشان ما يفكرش أنه يضحك على ناس تاني صح؟ ودور أهله إن هما يشوفوا السبب ورا كيت بودة إيه أكيد مرض يا ترى مريض نفسي ويحتاج يتعالج ولا ما ترباش كويس فنربيه محتاج إن إحنا نربيه من أول وجديد أو خايف من حاجة هي اللي خلته يجذب ودورنا إن إحنا بنشيل الخوف ده من دماغه ونطمنه لو كان يستاهل وفي حكايتك باية ستة صبرة أنا شفت مقساة بنتك شاهد من أكتر من زاوية زاوية ممكن تبين فيها ضحية ضحية الدلع غير مقصود من باباها لما فكر إنه لما هو يشغل بنته بالموبايل ويعندها ستة سنين هاي اللي هيها لكن اللي حصل إن الموبايل اللي هيكه أنتو عن تربيته زاليش مني وخلها إن هي تتعرض لمحتوى وعالم أكبر من سنها بكتير بشكل قضى على طفولتها وخليها تكبر بدري وفتحينها بزيادة على اللزوم على الدنيا وأول حد ظلمته كان أنتو ودي رسالة بوجهها مش بس ليك لكن لكل الناس اللي بتفرج علينا دلوقتي وممكن يكونوا واقعين في نفس الغلط مع أولادهم أو أطفالهم أو المراقين اللي عندهم في البيت ووارد في يوم تتكرر معهم تاني مقساة زي مقساة شهد أو يشوفوا مصيبة أكبر من اللي شفناها النهار ده في حكايتك تعلي بأقولك الزاوية التانية شفت فيها قهر وكبت باين قوي من بين السطور لما شاهدوا وجهتكم وقرأت لكم بكل قوة وهي سابتة بدل ما تحس إنها خايفة أو تعيط أو ندمانة زعاقت فيكم قرأت لكم إيه أنتو ما كنتوش عايشين معهم الأول كنتو دايما إيه سايبيني ومستقلين باين حبيت عيش القصص اللي كان نفسي أقلفها أنتو مستهونين بيا ليه واضح يا ستة صبرة أن فارق السن كبير قوي بين شاهد وباقي إخواتها خليها ما تحسش بالدفع والمحبة والحب من أقرب الناس ليها ما حسيتش أن دول إخواتها وحبيبها وحسيت أنهما حتى متجهلينها ومش حاسين بيها أو جايز تكون فاهمت غلط أنهما مش بيحبوها وجايز يكونوا كانوا قاسين عليها قوي أو بيعقبوها أو بيعملوها معاملة صعبة هم فاكرين أنهما كده إيه إحنا إخواتك الكبار بنربيك وبنعلمك فخلقوا جواها روح العند عايزة تربيهم استحلفت أن هي اللي هتربيهم هتعلم عليهم زي ما بيقولوا بالبلد زي ما دايقوها وآخر زاوية أن بنتك محدش علمها يعني إيه تأليف وتمثيل مش أنت عارفة أن هي عندها موهبة ما تكبريها كبرت بقى بإيه بمفاهيم غلط ضيعت نفسها تقريبا خلتها تفتكر أن التأليف يعني إنا نقلف على بعض نمثل على أقرب الناس لنا نعمل شخصيات شخصيات مش حقيقية ونقعد نجيب شخصيات نحور بيها وإحنا فاكرين أن دي شطارة مفوض نسقف لها ونسبة كبيرة جايزة تكون شاهد حسد بموهبتها في التأليف والتمثيل ومحدش اعترف بيها أو استقلته بيها زي ما قالت ومحدش حاول أنه حتى إيه ينمي الموهب الزغنانة دي يمكن تكبر فقررت أن هي تعبر عنها بالشكل الغريب ده وقالت لكم أنا بكرة هدخل معها تفنون مصرحية وهبقى موسلة وهكتب قصص وأفلام كل الشخصيات دي هتبقى بداية جمهوري وهيخلوني تريند حتى التريند طلعت فهمها غلط هي تعلمت إيه زيها زي شباب كتير موهومين مش موهوبين فاكرين أن إحنا لما نعمل فيك أكاونتس أو حسابات وهمية ندخل نعلق عندنا ونقول كلمتين حلوين يبقى إحنا كده هنتشهر هنبقى نجوم هنبقى تريندز مع أننا في الحقيقة عم نزل بيقول نكتة بقى يخوا بيضحك عليها لوحده لأنه ده متقيل إيه المحتوى إنت بتعمل إيه ولعيب في النقطة دي مش على شهد الوحدة دي كارثة من كوارث السوشيل ميديا اللي اللعب بتفعقول الناس وخلت ناس كتير يا حرام يشترو فالاورز ومتابعين وهمين عشان يصدقوا إن هم مهمين وليهم جمهور والحل الكل ده من وجهة نظري هو الحب إن إحنا نديهم حنان الطبطبة مش الشدة والعقاب مش إن أنا أزيهم ده هيضيع البنت أكتر ما هي بتضيع لازم كلكم تصرحوا نفسكم وإن أنتوا قصرتوا معاها تعترفوا إنكم جزء من المشكلة ولازم كلكم تبعدوا عن الضرب والإهانة والشتيمة ضربناها عشان نفتح موبايلها بالعافية ما بالراحة خدها في حضنكم ممكن تحضنوها ولازم علاج نفسي ما فيش ولازم أهل الدين خليها تروح دروس دين أو تتعلم أو تقرأ تقرأ كتاب لا تقرأ قرآن الكريمة عودي فاهميها تكلمي معها بالراحة وديها سمعت نصايح دكتور أحمد خليت تفرج على الحلقة من فضلك ودلوقتي سمعت رأيي وأكيد اللي يعيش يا ما يشوف وأستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملت إيه وأعايز أسمع منكم شفتم مين بيسعى ورا ترند مين كان عندكم دايما بيجذب وواجهته ولا ما واجهتهش ومين كان فاكر إنك كتب تتمثيل وأستنىك في قصة جديدة وحلقة جديدة بس يكون قصة حقيقية باي باي